اجتماع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مع معالي السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة وذلك على همش انعقاد منتدى الصداقة الذي عقد في العاصمة أثناء وخلال الاجتماع عرب سعادة وزير الخارجية عن اعتزازه وتقديره لما تتسم به العلاقات لخوية راسخة بين البلدين الشقيقين من قوة ومتانة في ظل التوجيهات الحكيمة من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية مؤكدا على اهمية تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مختلف المجالات وذلك بما يحقق المصالح المشتركة مشيدا بالدور البارز الذي تقوم به جمهورية مصر العربية الشقيقة في حفظ الامن القومي العربي والدفاع عن المصالح والقضايا العربية من جنب أكد معالي سيد سامح شكري على متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في ظل الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات مشيدا بما وصلت إليه علاقات الأخوة الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين من تطور ونماء على كافة الصعدة متمنيا لمملكة البحرين المزيد من الرفعة والزهارة وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية